هذا الناس يحاولون الربح ربح عبد الحميد كرماليا ربح اسمه كأس إفريقيا لا 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 ما صار للجزائر دخلوا الجزائر في فتنة ما زلنا إلى تاريخ اليوم رعنا في 2024 ما زلنا تخلصنا منا خموا برك ما تقولوا ليش بلي صدفة خموا برك شوية خدموا العقول تعكم في وقت الفيس وين أنه الفريق الوطني ربح الكأس انتاء إفريقيا على شرهم يربطوا فيه هما بالفيس الآن بعد ما دا الفريق الوطني كأس هذه إفريقيا هما يحاوسوا يقتلوا هذه الحماسة في الشعب بعد ما ربح فريق الوطني وكانت المعنويات انتع الشعب الجزائري في التسعين شباب إرادات كفاءات كذا كانت الجزائر راح تنهر لأنه هما حبين الشعب الجزائري يبقى محبط حبين الشعب الجزائري يبقى راكع يبقى خاضع حبين الشعب الجزائري هو أنه ما يفرحش أعداء انتع النجاح أعداء انتع النهضة أعداء انتع البلاد باختصاب وحبوهما باش يحبيطون هذك الشعب هذك وفعلوا الأفائل في التسعينات والآن في الحراك بعد ما خرج الشعب الجزائري نفس الشي كانت خاوى خاوى في الجزائر نفس الشي بدوهما على جيل باش لازم يفرقوا الشعب الجزائري باش يبقاهما بالمؤامرات وبده سائز يبقى ما يتحكموا في الشعب الجزائري